وأكد الرئيس سيسي خلال حديثهم مع أسر الطلبة الجدد زوال خطر الإرهاب عن مصر خلال السنوات العشر الماضية معرباً عن شكره للأهالي الذين يقدمون أبنائهم لخدمة الوطن ومنسبة أنتم موجودين معنا هنا النهاردة ببارك لمصر وببارك لكم على الجهد اللي أقدموه أولاد مصر الجهد والعرق والدم اللي أقدموه أولاد مصر الزباط وصف وجنود من الجيش والشرطة هم اللي أقدموا الدم ده عشان النهاردة نبقى احنا عادين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات أسر مصرية بسيطة جداً جداً في كل حتة في مصر أقدمت أولادها لجل البلد دي تعيش وتبقى في أمان وسلام ده بيشكل عبق علينا كبير قوي علينا كمصريين فإن إحنا نحافظ على الاتعامل نحافظ على الاتعامل واللي دفع فيه تمن كبير قوي خلال الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر